قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر الجاري للنقاش العام حول مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام وأشار منصور إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن عرض الاستمرار في التشاور مع جميع أعضاء المجلس والرباعية الدولية ومكتب الأمين العام حول مبادرة الرئيس التي انتقلت إلى البدء بخطوات عملية للتحضير للمؤتمر وأكد رياض منصور أنه جاري متابعة المبادرة والاتصال بالأطراف المعنية والمرشحة للمشاركة فيها إلى جانب الاستماع للآراء والمقترحات كافة لأهمية التحضير لهذا المؤتمر إلى جانب الجهود المبذولة على مستويات مختلفة وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن دولا كثيرة عبرت عن استعدادها للمشاركة بالنقاش العام عند الوصول إلى المناقشة العامة المفتوحة بعد ثلاثة أشهر موضحا أن دولة فلسطين ستكون قد حضرت للرد على الاستفسارات وتوضيح المسائل للتوجه إلى خطوات عملية